السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي العين أو العيون في جسم الإنسان مثلها مثل أي عضو آخر مصمم أنه يستمر مع الإنسان مدى الحياة لكن إذا صار في مشاكل في العيون مثلا أو مشاكل هون أو هون الناس كلها بتحكي بتقول لك إيش النظر هذا بخف مشان إيش العمر مشان السن لا ما في هذا الكلام في أسباب أخرى بتخلي العيون تجيها البلاوي يبدأ الموضوع بمقاومة الإنسولين متى ما إجت للإنسان مقاومة الإنسولين وتتطور للسكر من النوع الثاني أو الثالث تبدأ المشاكل الأخرى التهابات في المفاصل وغز وتعب في الأعصاب وخاصة الأعصاب الطرفية ارتفاع ضغط الدم مشاكل القلب ومشاكل الدماغ والسمنة فليش نستبعد إحنا يعني زي ما فيه أحد الأشخاص معلق في القناة شو دخل السكر بالعيون على فيديو الكمأة شو دخل السكر بالعيون طب ليش نستبعد العيون إحنا مثلا يعني كل الأعضاء الأخرى تصاب بسبب السكر كل هاي تصاب بسبب السكر فلماذا نستبعد العين العين ما هي أدق الشعيرات الدموية دقيقة جدا يعني معرضة أكثر من أي شيء آخر كل ما ارتفع السكري بتكون العين معرض للأمراض والاعتلالات أكثر مثل اعتلال الشبكية السكري التنكس البقعي نزيف العين والكتراك وهذا لذكر البعض مش الكل وممكن ما يقتصر الموضوع على هيك ممكن ما يقتصر الموضوع على احمرار في العين أو جفاف العين أو الأمور هاي يعني أنا بعرف ناس كثير ومنهم أصدقاء لي أصيبوا بالعمى أبعده عني وعنكم الله فهذه مش مشكلة سهلة يعني هذا للتوضيح فقط ولأني مش جراح عيون ولا طبيب عيون لكن متأكد مليون في المية إنه تعب النظر وتعب العيون ضعف أو قصر أو مهما بنسميه هو من السكريات ومرض السكري إن شاء الله سنستضيف متخصصين طب وجراحة عيون وباحثين في المستقبل في حلقات ليشرحوا الموضوع بشكل أوسع وإن شاء الله أول لقاء سيكون مع الباحث محمد مروان دعاس صاحب براءة اختراع ومنتج قطرة ماء الكمأة ليحدثنا عن هذه القطرة ودورها في علاج أمراض العيون المستعصية والتي ليس لها علاج وعلى رأسها الكتراكت المعروف بالساد أو المياه البيضاء أو عتامة العدسة وسيكون اللقاء مخصص لهذا المرض فقط فاللي عنده سؤال لو سمحته أكتب أسئلتكم حول هذا الموضوع فقط حول هذا الموضوع فقط في التعليق المثبت اللي هو التعليق الأول وإن شاء الله سيجيب عليه وعندي نصيحة إخواني وأخواتي نصيحة لا تضيع صحتك أو حل مشكلتك لسبب خمس دقائق أو عشر دقائق أو حتى ساعة أو ساعتين ما بينفع أي فيديو بتضغط عليه سواء في قناتكم هذه أو قناة أخرى شاهد الفيديو تعلّم خذ المعلومات يمكن يكون حل مشكلتك أو مشاكلك في هذا الفيديو ونصيحة أخرى احمي نفسك وأبنائك وعائلتك وابدأ الآن ابتعد عن السكر وباقي الممنوعات المذكورة في معظم الفيديوهات اللي موجودة في القناة معظمها يعني بقول 90% منها موجودة هاي الممنوعات يا 90% يا 80% ولا تتناول إلا طعام حقيقي واللي بيسألني شو هو الطعام الحقيقي الطعام الحقيقي اللي ما عليه ليبل ما عليهوش ليبل ما في عليه ليبل هذا طعام حقيقي أما هذا اللي عليه ليبل فما هو طعام يعني ما هو أصلا مش طعام وضرره أكثر من نفعه الطعام الحقيقي اللي أنت بتحضره أو بتطبخه في بيتك وبتوكله أنت وعائلتك في يوم في اثنين في ثلاث مش يقعد على رفوف سنوات هذا هيك بيكون طعام حقيقي ولإخواني وأخواتي المدمنين على الأكل ولا يتحد السكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحدي السكري متى ستبدأ بترك كل هذه المأكلات اللي بتجيب لك الضرر ما بتنفعك هي شكل كأنها طعام لكنها مش طعام هذه ضرر ويا حب ذا إذا بتمارس الرياضة في الجيم إذا استطعت أو رياضة الجري وعلى أقل تقدير المشي واللي بيزهقوا من صوتي أعطيتكم الخلاصة أما إذا حاب تعرف شو رح تستفيد وشو رح تتعلم في هذه القناة فتابع وشاهد وإن شاء الله ستجد الإجابة أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسم ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان إنه ننقذ الأرواح فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه في شيء أهم من اللي راح تستفيده من أي فيديو الأهم أنه شو راح يفوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل إلى هذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربة الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code The Mates Code وأوبسيتي Code والدكتور جون يتكن من بريطانيا وهذا كتابه Pure White and Deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لستيغ من أمريكا أخصائل غدد الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأيي وبرأيي الشخصي هذا الكتاب Metabolical هو بالنسبة لي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله رح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيعوا أهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر